أعطيكم ألف عافية كيف حالكم بتمنى أنكم تكونوا بألف خير تحدثنا المرة الماضية عن عالم البحار السحر ورحنا برحلة واليوم كمان بدنا نكمل رحلتنا بعالم البحار تحت الأعماق ونشوف الأسماك الحلوة وقدرة الله عز وجل في خلق هذه الكائنات داخل البحر قلنا في النهاية بآخر فقرة أن الأسماك عيون خواص فريدة تمام تتجلى فيها قدرة الخلق ودقة صنعه حكينا أنه في بعض الأسماك يكون لها كشاف ضوئي تحت كل عين تستخدمه إما لإفزاع أي عدو أو في التخاطف مع أفراد نوعيها من الأسماك تمام وتتحكم في إطفاء هذا الكشاف أو إضاءته ولا تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس تمام إذن الفقرة تحدثنا عنها عن أهمية عيون الأسماك وبعض وظائفها اليوم سنتحدث عن كثير من الأحياء البحرية تستخدم وسائل فريدة للمحافظة على حياتها إنتوا عارفين هاي الفقرة الرابعة والخامسة إنتوا بتعرفوا إنه الأسماك تتغذى على بعض المحافظة القوي بيأكل له ضعيف تمام طب الياتر الأسماك اللي ضعيفة شو بتعمله حتى تحمي حالها طب يلا نبلش قراءة يلا يستعمل كثير من هذه الحيوانات البحرية وسائل فريدة ومثيرة في التخفي والتمويه في التخفي والتمويه سعيا منها إلى المحافظة على حياتها من الأخطار الخارجية التي تهددها في حيوانات تستخدم التخفي بتتخفى إما بيغير لونها أو تحت التراب بتتخفى إلى آخره والتمويه التمويه بتموه يعني ممكن الله مصر على سيد محمد التخفي تمويه معناها التخفي طب تعالوا نتحرف على هذه الحيوانات فمن هذه الكائنات ما يلجأ إلى التلون بلون البيئة التي يعيش فيها حتى لا يسهل على أعدائه التعرف إليه زي مين يا ترى؟ أحسان مثل القطبوط أو السحلي أو فيه كمان مثل هادي اللي بتمشي سلحفاء تمان فيه منها نوع بيغير لونه حتى لا يسهل على أعدائه التعرف عليه ومنها ما يطلق غمامة من مادة سوداء تعمي عيون أعدائه كما يفعل الحبار برافو عليك يعني الحبار غمامة يعني زي الغيمة من مادة سوداء تعمي عيون الأعداء هذا هو الحبار بيعمل ثلاثة وقد سمي هذا الحيوان البحري بهذا الاسم حبار ليش يطلق عزلوا ليش الآن انت شو بتكتبه بأيش بتكتبه يا أما برساس أو حبر والحبار ما أخوذ من الحبر أحسنت لأنه يقذف مادة سائلة لها لون الحبر عندما يعتريه الخوف يعني يصيبه الخوف من عدو يتبعه وهو يبخ هذا السائل في الماء ليعكره فيضل عنه العدو التابع تلع كيف؟ يا سبحان الله طب نشوف الحيوان الثالث ويعد تنين البحر سيد التمويه والتخفي في عالم البحر تنين البحر شوف شو بيعمل فهو يحاكي الطحالب شو يعني يحاكي الطحالب؟ أحسنت يحاكي الطحالب وكأنه يتكلم معهم أو يقلدهم المنسابة ويتحرك بهدوء مطربصا بفرائسه وبهذه الطريقة يتمكن من الإجهاز عليها أو حماية نفسه من أي خطر يتوقع أما إذا أخفق التمويه في حمايته من الحيوانات المفترسة كالقرش والأسماك الكبيرة فإنه يحاول أن يصد الهجوم أحيانا باستخدام زوائد شوكية حادة منتشرة في جميع أجزاء جسمه يعني عنده طريقتين إما التخفي والتمويه أو إيش؟ في عنده زوائد شوكية حادة منتشرة في جميع أجزاء جسمه شو سميناه؟ سميناه سيد التمويه والتخفي تمام؟ طيب الفقرة الخامسة حكينا الفقرة الرابعة الخامسة تتحدث عن كثير من الأحياء البحرية تستخدم وسائل فريدة للمحافظة على حياتها الآن بالفقرة السادسة بيحكينا الأشكال المختلفة للأحياء البحرية تعطي بهجة وجمالا وتكوينات هندسية دقيقة الصنع طيب تعالي نشوف وفي قاع البحر تنتشر أحياء بحرية تشكل حضائق ذات بهجة فالأصداف الجميلة والأزهار البحرية والسخور التي تآلفت مع الأحياء في تكوينات هندسية دقيقة الصنع هي أقرأ ما تكون إلى حضائقنا الحافلة بمختلف الأزهار يا سبحان الله طبعا الكل شايف أنه جمال البحر من تحت كأنها في عندنا أصداف وأزهار بحرية صخور تطلعوا يا نس هاي حديقة وكأنها تشبه حديقتنا بالفعل على وجه الأرض فهي كل آياتها سبحان الله من إبداع صنع الله عز وجل لهذه الكائنات البحرية وهذا الجمال البديع طيب نشوف الفقرة الأخيرة دهشة الكاتب وتعجبه من عالم البحر فعلا البحار عالم عجيب وعالم غريب وتبدو الطحالب البحرية بألوانها الراهية في أعماق البحر في منظر بديع وهي خليط من ألوان الطيف لا يضاهيها في الجمال إلا ألوان السمك ألوان الأسماك التي ترتع حولها في هذا العالم الغريب الذي يسوده سكون شامل وصمت مطبق لا تعكر صفه إلا ذبذبات منتظمة لحيوان مروحة البحر أو لحيوانات المرجان الضقيقة وهي ترشف غذاءها بواسطة أهداب لا ترى بالعين إلا أثرها ترشف بمعنى تمتص تمام تمتصه برفق طيب إذن يتعجب الكاتف يقول أن الطحالب البحرية بألوانها الزاهية في أعماق البحر في منظر بديع طحالب كلاتنا نحن بنعرف أشي طحالب الخضراء وهي خليط من ألوان الطيف لا يضاهيها في الجمال إلا ألوان السمك يعني إلها ألوان أكتر من لون ما بيضاهيها إلا ألوان السمك في هذا العالم الغريب الذي يسوده سكون شامل طلع شو بصف البحر وصفه بالسكون الشامل وصمته المطبق لا تعكر صفوه إلا ذبذبات منتظمة لحيوان مروحة البحر يعني بيكون هادئ بس بتسمع صوت مروحة البحر هو حيوان أو لحيوانات المرجان الدقيقة هي المرجان يا ماما عضلة بتكون لها صوت بس أصوات دقيقة جدا وهي ترشف غذاءها بواسطة أهداب لا ترى العين إلا أثرها كم في عالم البحار من سحر وجمال وكم فيه من آيات تفتن الناظرة وتتهش المتأملة وتسحر العين سبحان الله هذا هو عالم البحار السحري إلى هنا نختم رحلتنا بهذا العالم الغريب والغامض الذي مهما حاول الإنسان إدراك كنهه وأعماقه لا يكاد يصل إلى جزء بسيط جدا من أسراره فهو عالم متنوع من الكائنات البحرية الحيوانية والنباتية ومنذ القدم والإنسان يكتشف كل يوم شيئا جديدا في هذا العالم الكبير ما يجعله يشعر بأنه عالم لا يمكن لأحد أن يعرف كل أسراره من إبداع كوني عظيم وتناسق بديع يعطيكم ألف عافية بتمنى استمتعتوا بهذه الرحلة الحلوة وبتظلكم بألف خير عنا حل معجم والدلالة والفهم والتحليل بتمنى تظلكم يتابعونا وعشان تظلكم بخير يعطيكم ألف عافية